هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته اليوم إلى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلا 1 2021 والمقامة في حلبة مارسايس وكان في استقبال سموه لدى وصوله الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من أصحاب السمو السعادة وكبار المسؤولين